بالنسبة للأخلاق ومفهومها العلماء يعرفون الأخلاق بتعريفات كثيرة من أشهر التعريفات القديمة تعريف الإمام الغزالي يرحمه الله يقول الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من غير حاجة إلى فكر وروية يعني حتى يكون هذا السلوك أو هذه الصفة حتى نحكم عليها بأنها خلق يجب أن تكون دائمة الإنسان يدوم عليها الأمر الآخر تصدر عن الإنسان يعني بانسيابية لو أخذنا مثالا شخص كريم لا نحكم عليه بأنه كريم إلا إذا كان الكرم عادة له سجية عادة له لكن ما بنشوفش كرمه للمرة في السنة أو مرتين لا نقول عنه كريم الأمر الآخر الكرم يصدر عنه بشكل تلقائي إذا حدث موقف يدعو إلى الكرم تجده على طول يسارع مثلا الشجاعة لا تكون خلقا لشخص ما إلا إذا كانت سلوكا هو يداوم عليه لكن طول عمره خواف جبان مرة كده يعني يظهر منه منظر أو موقف شجاعة لا يصف أنه شجاعة الشيء الذي يصدر من الإنسان على سبيل الندرة لا يكون خلقا وكذلك لا يكون متكلفا هو يصدر بشكل طبيعي لكن لو أردنا أن نأخذ تعريفا مبسطا لبعض المعاصرين نقول هي الصفات التي يعامل الإنسان بها غيره وهي إما محمودة وإما مذمومة إذا كانت الصفات التي يعامل بها غيره صفات محمودة فهذا خلق حسن وإذا كانت الصفات التي يعامل بها غيره صفات مذمومة فهذا خلق سيء هذا يعني باختصار مفهوم الأخلاق طيب دكتور ما هو المصدر الذي نستقي منه الأخلاق؟ هذه قضية شغلت بال المنظرين والمفكري وللناس فيها مذاهب شت هناك من يقول العقل يمكن أن يكون مصدرا يقول هذا الشيء أمر جيد نعوده خلقا حسنا وهذا الشيء العكس نعوده خلقا سيئا هناك من يقول المجتمع المجتمع يمكن أن يصل إلى منظومة أخلاقية يتعارف عليه فما عده المجتمع حسنا من قبيل الأخلاق نجعله خلقا حسنا والعكس البعض يقول لك لا ناكل الشيء ده إلى ضمير الإنسان لكن حقيقة لو نظرنا إلى هذه الثلاثة نجد عليها ملاحظات أولا العقل لا يصلح أن يكون مصدرا للأخلاق لأنه متقلب ومتأثر والعقل ابن بيئته والإنسان لا يسلم من الهوى طيب عقل الأغنياء والعقل الفقراء عقل الفلسفة عقل الأطباء عقل التجار عقل من؟ طيب المجتمع وجدنا مجتمعات يعني تعرفت على أخلاق هي عدتها حسنة وهي في غاية السوء والقبح قديما أليس بعض العرب يعني ارتضوا وقت البنات وهي شيء قبيع حاليا في الحضارة الغربية المثليين والشذوذ والكلام ده ألم يعودوه شيئا يعني وكان في السابق بالنسبة لهم أمر ممنوع ومحرم طبعا في تقلب وفي أهواء الضمير الإنسان ممكن ضميره يرتضي شيء يعني حسن وهو ليس كذلك أو هو كذلك إذن طب ما الحل شرع الله سبحانه وتعالى الدين لأن هذا الشرع الذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى ووضعه لمن؟ للإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى ولذلك ما من خلق وضعه الله سبحانه وتعالى وشرعه إلا هو يتوافق مع العقل السليم ومع الفطرة ومع المجتمع السليم ومع الضمير الحقيقي الحي والدين كله كده بالمناسبة تشريعات الإسلام كلها كده فطرة صحيحة وأحكام تضبط ما من حكم ما من شيء شرعه الإسلام أخلاقي معاملات عبادات إلا وهو متناسب مع الفطرة والشرع يضبطه ويهذبه إذن المصدر وشرع الله سبحانه وتعالى إذا كان المصدر